السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ترون هذه كلها عملات تشغل Real World Assist ما هي أفضلها في هذا المجال سنحاول أن نشغل هكذا إن شاء الله في قادمة أيام سنحدد نوع معين من العملات ونختار أفضل العملات في كل مجالها ففي هذه العملات التي نراها حاليا سنختار عملتين كذلك سنتحدث على بعض العملات التي طرحت لي مثل عملة Gala مثل عملة O-Engine Coin بعض الأسئلة الكثيرة على مانطاها الجيدة في هذه الأسعار هل نشريها للمدى البعيد أم مدى قصير كذلك بعض الأسئلة على بعض العملات كسبية المثال التي ذكرتها كثيرة مثل الفايل مثل الابتوس هذه العملات لا تتحرك بذلك الشكل الكبير ماذا نفعل هل نبيع هذه العملات أو نتركها كيف طريقة العمل كذلك سنتحدث على حالة السوق والتدبدب الذي نعيشه خلال هذه الفترة البيتكاون سعد لحدود فوق 43 ألف دولار حاليا في 43 ألف وعشرة دولار بعدما كان انخفض إلى حدود 38 ألف دولار رأينا الكاتيمية الأخبار السلبية خلال هذه الفترة خصا لما وصل البيتكاون تقريبا للـ 41 ألف و800 دولار أخبار لأن FTX جاهزة لكي تبيع العملات الأخبار كثيرة على التحويلات التي تحصل للتحويلات الكبيرة آخرها القيمة التي حولت من محفظة إلى محفظة حوالي 1.4 مليار دولار الكثير من الأشياء السلبية التي نراها خلال هذه الفترة التساؤل الكبير كذلك بعد الصيناريوهات التي يضعها بعض المتابعين يسألون الهالفين لم يتبقى له ذلك الوقت الكبير تبقى إلا أشهر قليلة جدا وسيحصل الهالفين ثم هالمباشرة بعد الهالفين ممكن أن يكون البران فالبران لا يعلم به أي شخص ولا يمكن أن تعرف وقته المحدد فدائما عندما يكون الهالفين ويقترب البران تكون تلاعبات كبيرة في الصوق فلا تتخيل على أن مباشرة الهالفين أسبوع أو شهر سندخل البران ستشري عملات سعرها 1 دولار تبيعها على 100 دولار وهكذا قد انتهيت من الصوق لا الصوق ليس هكذا رأينا التلاعبات التي مرت مثلا في 2020 حادث الهالفين وقع الانقسام في البلوك رأينا أن ذاك وراءها العملات البديلة حققت لنقي عن جديد والبيتكون مرة أخرى عاود زيارة مناطق 3 ألف دولار بعدما وصل إلى 11 ألف دولار لا يمكن لكل المستشمرين أن يعلموا وقت البران الحقيقي والكل يكون جاهزا فتلاعبات كلما زادت خبرة المستشمرين كلما زاد التلاعب من صانع السوق فبالنسبة لكي تنهي كل هذه الأمور مثلا لكي تنهي كل هذه التفاصيل وتبقى أنت مرتاح من تجربة شخصية مني الشيء الذي يتماشى مع السوق العملات الرقمية هو الهولدين شراء عملة بسعر معقول بسعر مناسب ثم تخزينها ويكون مشروع العملة يكون قوي فعلا ولو يحدث نزول يحدث تصحيح في تلك العملة أنت تبقى محافظ عليها ومخزنها للمدى البارد لذلك دائما نحاول أن نتقاسم معكم العملات الأصلا التي غير مرتفعة ولو حصل تصحيح في السوق أصلا العملة تكون قريبة من الأول تايم لا ليس مثلا كعملة أصلا وصلت من مثلا أسعار قليلة وصلت لأسعار كبيرة مثلا سولانا حاليا من سبعة دولار هذه السنة وصلت لأكثر من مئة وعشرين دولار فبالنسبة للتوجه للسوق هل هذه الموجة الإيجابية انتهت أم لا بالنسبة لي لازلت لم تنتهي هذه الموجة الإيجابية ولازلنا نرى بامبات في بعض العملات فما عليكم سوى الصبر على العملة التي المستشملين فيها لغير يعني رأينا أخبار سلبية كبيرة خلال هذه الفترة لما واصل البيتكون فقط منذ يومين للـ 41800 دولار عاد البيتكون للـ 43 بدأت تعود الحيوية لبعض العملات الرقمية البديلة والحركة التي رأيناها أقل انخفاض للبيتكون يحصل ضامب قوي في الآلت فهذا عادي جدا هذا ليس أول مرة يحصل للسوق دائما عندما تعيش أي مرحلة قارنها بالمراحل السابقة المراحل السابقة كانت سلبية أكثر من المراحل التي نعيش فيها الآن فبالنسبة لي لازلت محافظ على استشماري من العملات التي كنت شاركت معكم كسبيل المثال فايل وكسبيل المثال أبتوس وبعض العملات الأخرى فبالنسبة لموضوعنا سنتحدث بالنسبة للسوق لازلت أراه إيجابي ليس هناك شيء بالنسبة لي يخوف لأنني أصلا مستشمر في عملات لازلت لم ترتفع بذلك الشكل الكبير والعملات التي ساعدت أصلا بيعتها فنتحدث على أفضل العملات في الريل وورد أسست بالنسبة لأمرين مهم مثلا في أي موقع أردت استخدامه الكون ماركت كاب أو الكون جيكو إذا أردت مثلا أن تحدد نوع معين من العملات مثلا أندو أندو والبندل سنتحدث عليهم أندو من أفضل العملات في هذا المجال أي مجال ستجد فيه آلاف العملات صعب أن تعمل فلترة وتختار ما هو أفضل مشروع مثلا في هذا النوع فبنسبة مثلا بعض الأخوة الجدود لا يعفون بعض الطرق البسيطة مثلا أنا أردت اختيار أدخل للكاتيجوري مثلا هنا ريل وورد أسست سأضغط عليها هنا ستظهر لي كل العملات التي تشغل في هذا المجال مثلا هنا ظهرت لي كل العملات طوب ريل وورد أسست كل العملات التي تشغل مثلا إذا اخترت بروكتشين مثلا إذا اخترت لاير وان أو اخترت لاير تو ستظهر لي كل لاير تو إذا اخترت ديفاي أو ديكس أو أي نوع هذه كلها عملات تشغل ريل وورد أسست بالنسبة لي حاليا أفضل عملتين قويتين في هذا المجال لدينا الباندل موجودة على بايننس وصعدت بشكل كبير خلال هذه الفترة مشروعها صراحة مشروع قوي مشروع محترم في هذا المجال لديهم سيولة محترمة يعني التطالف فول لوكد هو 700 مليون دولار العملة ليس لديها اشتغال واحد بل لديها الكثير من الاشتغالات والكثير والدفاي والكثير والكثير لدينا أندو من العملات القوية في هذا المجال يعني فكرة هذه العملات تريد أن تحول لنا من الأصول إلى الرقمنا تحول الأصول إلى رقمنا هذه هي فكرة هذه العملات وأرى على أن هذه العملات صراحة لها مستقبل كبير ومستقبل زائر بالنسبة لعملات يعني أفضل عملتين حاليتين هناك عملات أخرى ولكن ليست بنفس المستوى لأندو وباندل أندو وباندل ممتازة جدا في هذا المجال بالنسبة لسؤال كثير يطرح على غالا لا تتحرك بذلك الشكل الكبير وكأنك شاري USDT لا ترتفع فقط في بعض الأحيان تنخفض فهل مشروعها لازال ممتاز تقييمك لها كم؟ فبالنسبة لغالا مشروعها لازال ممتاز بالنسبة لي وهي ليست صنف أول صنف تاني وتقييمي لها من ثمانية إلى ثمانية ونسبة العشرة الغالا لها الكثير من الاشتغالات هناك بعض العملات التي يكون لها اشتغال واحد بالغالا وكثير من الخدمات التي تقدمها في مجال العملات الرقمية بعض الأخوة سألوني عليها هل خلاصنا بهذه العملة؟ يعني بالنسبة لي أصلا العملة لازالت لم ترتفع بذلك الشغل الكبير ولاحظنا عملات صراحة مشروعهم عادي وعملوا صعود محترم في هذه الموجة فأوينجين تعد من العملات القوية في مجال الألعاب لها شركات كبيرة ومحترمة ليس بذلك المشروع الذي نقول قوي وتصنيف أول بالنسبة لي ليس تصنيف أول أوينجين كوين أو غالا أو بعض العملات الأخرى فتصنيف الصنف الأول صعب أن أدرجها في صنف أول فتقييمي لها ثمانية إلى ثمانية ونسبة العشرة العملات الرقمية أفضل شيء لها خصوصا إذا اشتريتها في سعر مناسب معقول مثلا هذا قلتها أكثر من مرة في كل فيديو شراء المشروع القوي العملة يكون فعلا المشروعها قوي وتشتريها في سعر معقول يعني لا يمكن أن تشتري في الأول تايم لو لا يمكن مثلا الأول تايم لو للعملة 1 دولار إذا اشتريتها 3 دولار 3.5 دولار 2 دولار 4 دولار ممتازة جدا وكذلك في البيع لا يمكنك أن تبيع في الأول تايم هاي بوت هو الذي يفعل هذا وحتى بوت لا يمكنه أن يفعل هذا يعني صعب جدا فبالنسبة لي خلاصة الاستثمار والاستثمار في المشروع القوي لما؟ لأن المشاريع القوية مستقبلا لن تبقى في هذه الأسعار أنها فعلا تقدم خدمات كبيرة ولها تقلوها في هذا المجال حتى خارج هذا المجال ترى عملات تعمل شركات مع شركات مركزية مثل جوجل، مثل مايكروسوفت، مثل العديد العديد ماستر كارد، فيزا، بايبال، انستغرام مثلا بوليغون تعد هل لازالت تشتغل؟ ممتازة بوليغون صراحة من العملات التي لها مستقبل كبير كذلك البوليغون، عملات الماتيك، من العملات التي أصبحت هي نفسها تستمر في مشاريع العملات وتدعم العملات البوليغون دعمت ألتلاير، دعمت المانطة بالنسبة للمانطة كنت تأنساها، المانطة كذلك من العملات القوية صراحة من المانطة يعني ماكس ستلاي مليار صراحة مشروعها ممتاز جدا وتقييم لها الصنف أول، وطيها تسالة عشرة لعملات المانطة العملات التي أرى لها كذلك مستقبل كبير ومستقبل زاهر دائما العملات التي تظهر جديدة يجب عليك أن تبحث في تفاصيلها بشكل أدق وتقارنها بالمشاريع الموجودة حاليا هل أتت بتكنولوجيا جديدة؟ هل أتت بمنافسة لكي تنافس لنا مثلا بوليغون، وتنافس أوبي، وتنافس وتعطي لنا حلول فعلية مثلا في هذا المجال؟ فمانطة من العملات لحدود هذه اللحظة ممتازة جدا وبحثي فيها متواصل ممتازة وبالنسبة للعملات لا يمكنك أن تبحث فيها مرة واحدة مجال العملات الرقمية فيه تحديثات ممكن أن تظهر عملة جديدة أتت بتكنولوجيا جديدة وأتت بأفكار مثلا أفضل من الأفكار الموجودة حاليا وجاية بشركات كبيرة وجاية مع مؤكدين كبار ومدعومين مثلا بصناديق استثمارية كبيرة ومطوريهم مثلا من خيرة المطورين هذا كان في جوجل، هذا في المايكروسوفت، هذا في فيسبوك يعني هناك بعض الأشياء التي يجب متابعتها لا أقول لك بشكل يومي ولكن لا تغفل دائما قرأ وابحث على عملتك التي استثمرت فيها أننا لسنا في مجال مثلا نقول مثلا ستوكس مثلا دهب دهب واضح دهب قيمته واضحة لا يمكن أن يتغير فيه شيء الذي يتغير هو سعره مثلا بيترول مكوناته واضحة ليس هناك تحديثات وهكذا فبالنسبة للعملات الرقمية لا هناك تحدث تغيرات ممكن لفريق العملة أن يتراجع في عمله ممكن في الأول بدأ بجهد كبير ممكن يقل هذا الجهد أو تحدث مشاكل بين الفريق أو ينقسم المشروع وهذا حدث في الكثير من المشاريع ممكن مثلا أن التكنولوجيا أو ما خططوا له في الأول لم يصلوا إليه ممكن هذا كذلك سيناريو ممكن أن يقع ووقع أكثر من مرة فالعدد الكبير من العملات الموجودة في السوق يجعلك دائما في متابعة وبحث في كل العملات فنحن لا نخيفكم فقط نريدكم أن تحافظوا على استشماراتكم وتحافظوا على أموالكم أن المجال ليس سهلا كما سوق أو يسوق له أي شخص الآن دخل لمجال العملات الرقمية دخل بفكرة أن العملات الرقمية أسهل مجال تشري هنا وتبيع هنا تحقق X50 ثم تخرج له هناك يعني معاناة كبيرة أي شخص حقق من مجال كريبتو أرباح فمرت عليه الكثير من الأيام العصيبة والليالي التي لم ينم والخسائر وكذا 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 فالمجال يعرف تقلبات كبيرة كما يمكن أن يعطيك أرباح كبيرة يمكنه أن يعطيك خسائر كبيرة إذا لم تعرف وقت دخولك أو وقت خروجك أو المشروع الممتاز بالنسبة لي وكذلك لكي تتفادر الأمور إدارة الاستشمار مهمة جدا في تقسيم رأس المال وبالنسبة لي العملات التي تعطي الأرباح بشكل ممتاز في ظرف سريع هذه العملات من أفضل بها وانتقل لعملة لازلت لم تسعد بذلك الشكل الكبير وهكذا ولا تعول على العملة واحدة كذلك مثلا تشتري عملة واحدة وتضع فيها كل رأس مالك لأنك ستبقى تنتظر تلك العملة فقط وتبدأ بمقارنتها بعملات أخرى فبالنسبة لي كتجربة الآن هل هذا المجال فعلا هناك من سيطرح بعض الأسئلة بالنسبة لي هذا المجال فعلا غير حياتي والحمد لله بهذا الكلام لا أحفزكم لكي تزيدوا السيولة في السوق بل الاستمرارية الحمد لله منذ حوالي 2016 إلى حدود هذه اللحظة لازمنا نضع لكم فيديوهات كل ثلاثة أيام وليس همنا الأساسي أو الأول هو الربح من اليوتيوب إذا كان ربحنا فعلا من اليوتيوب لو ظهرت لكم وأظهرت وجهي وكثرة الفيديوهات كل يوم إشهارات وكذا فلا داعي فنحن الحمد لله نربح بالمجال نفسه ولا نعتمد على طرق أخرى وحتى بالنسبة لمجموعات ليس لدينا أي مجموعة مدفوعة الخدمة التي نقدمها أحيانا وليس دائما أحيانا نقدم خدمة الاستشارات المباشرة للناس التي تريد أن ترتب استشمارها حاليا مغفولة الخدمة غير موجودة الخدمة كنت قد فتحتها تقريبا قبل أسبوع مدة ساعة واحدة وأقفلتها ممكن في يوم من الأيام إن شاء الله سنفتحها مرة أخرى ونعطي الفرصة لثلاث أو خمس أشخاص ونحاول ترتيب استشمارهم بطريقة غير مباشرة نحن لا نستلم أي شيء مثلا أن ترسل لنا عملاتك أو محفظتك لا بل نقول لك ماذا تفعل هذه هذه كم تضع فيها إذا كانت لديك عملة مثلا غير جيدة نقول لك بهذه العملة نرتب الاستشمار للأشخاص الذين ليس لديهم وقت بالنسبة لهذه الخدمة فهي خدمة مدفوعة فسننهي حلقاتنا لليوم هنا بالنسبة لحالة الصوق كما قلت لكم لازلت لم أخرج من الصوق ولازلت محفظ بالعملات التي أراها مناسبة لي وأرى فيها مستقبل زاهر ومستقبل كبير وبالنسبة للعملات التي مثلا يكون مشروعها قوي وتجد أن لا تصعد بذلك الشكل الكبير هذه غالبا تكون مملوكة من عدد كبير من الناس فماذا يريدون أن يفعلوا يحاولون أن يخرجوا المستثمرين منها لأن المنصات تعلم علينا كل كبيرة وصغيرة تعلم على أن هذه العملة مستثمرين فيها عدد كبير من الناس فيتلعبون بها مثل ما عملوا الصولانة الصولانة قبل ست شهور كانوا بعض الناس يقولون أن الصولانة أصبحت سكان لما وصلت لسبعة دولة أخاف الناس منها باعت الناس رأيتم الأسعار التي وصلت إليها بالخلاصة العملة القوية ضروري سترتفع العملة القوية التي فعلا لها مشروع قوي وتقيلة بهذه الكلمة سترتفع الأمر متعلق فقط بالوقت X3 X5 X10 X20 عندما يريدون أن يرفع عملة لا يهمهم قيمة سوقية أو سعر العملة أو طلبات البيع والشراء كل هذه الأمور تلغم يعني هذه خلاصة الاستشمار في العملات الرقمية فإذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تبخلوا علينا بلايكاتكم وتعليقكم دمتم في العيش لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته